السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله في هذا الفيديو سوف نعرض لكم اختبار قصير الثاني في مادة الرياضيات للصف الخامس الفصل الدراسي الأول عندنا هنا في السؤال الأول حوّط حول القيمة المكانية للرقم 5 فعندنا 7.35 فالقيمة المكانية نضع الرقم 7.0 هنا 0 وهنا 5 فالإجابة تكون هذه الآن ننتقل في السؤال الثاني أكمل المتتالية العددية طبعا في كل مرة نزيد 3 6 زايد 3 يعطينا 9 9 زايد 3 يعطينا 12 وبكذا انتهينا من السؤال الثاني الآن ننتقل في السؤال الثالث أكتب العدد المعبر عنه بالصيغة التحليلية فعندنا هنا الأحاد كام 2 فنكتب 2 العشرات 5 بعد ذلك لا توجد هنا مئات فنضع الصفر بعد ذلك الواحد فنضع الواحد هنا 6 فنكتب 6 وأخيرا 8 فنكتب 8 هذا هو الرقم المعبر عنه بالصيغة التحليلية السؤال الرابع زاوج بين كل عدد في العمود الأول بما يلائمه في العمود الثاني بحيث يكون مجموع ما يساوي واحد فعندنا 0.9 0.1 هي 0.9 0.2 يلائمها 0.8 0.4 يلائمها 0.4 عشان تساوي واحد وبكذا انتهينا من توزيع السؤال الرابع الآن ننتقل في السؤال الخامس عندنا هنا لديك ثلاث عبارات صح أم خطأ فردي ضرب زوجي يعطينا زوجي بعدد فردي مثلاً عيد فردي ثلاثة ضرب عدد زوجي أربعة ضرب ثلاثة أو ثلاثة ضرب أربعة يعطينا كم إثنى عشر يعطينا زوجي فهذه هي الإجابة الصحيحة عندنا هنا فردي زايد فردي زايد فردي فمثلاً ثلاثة زايد واحد زايد ثلاثة يعطينا كم ستة سبعة يعطينا سبعة يعطينا زوجي هنا خطأ يعطينا فردي فالإجابة خاطئة زوجي ناقص زوجي فمثلاً أربعة ناقص اثنان يعطينا اثنان يعطينا زوجي فهنا الإجابة الصحيحة فهذه هي الإجابات الآن ننتقل في الصفحة التي تليها في هذه الصفحة عندنا في السؤال السادس استخدم حقيقة 9 ضرب 7 تساوي 63 لإيجاد الناتج عندنا 90 ضرب 7 يعطينا 630 ف700 ضرب 9 يعطينا 6300 81 ضرب 7 يعطينا 126 وكذا انتهينا من السؤال السادس الآن ننتقل في السؤال الآن ننتقل في السؤال السابع ركتب الأسعار حسب قيمتها من الأصغر إلى الأكبر فعندنا الأصغر 6.5 ريال هذا رقم 1 بعد ذلك 60 ريال و50 بيسة هذا رقم 2 بعد ذلك 60 ريال و500 بيسة وأخيرا 65 ريال وأخيرا 65 ريال لأن ننتقل في السؤال الثامن يفكر عثمان في عدد ما نصف العدد إذا فكر به سبعة حوط حول ضعف العدد الذي يفكر به ضعف العدد ضعف العدد هو 28 28 زارت ماريا في إجازتها ثلاث دول أوروبية فرنسا إيطاليا وروسيا درجة حرارة إيطاليا تزيد بمقدار أربعة تزيد بمقدار أربعة عن درجة حرارة روسيا درجة حرارة فرنسا تزيد درجة حرارتها عن إيطاليا أيضا بمقدار أربعة إذا كان درجة حرارة فرنسا أربعة كم تكون درجة حرارة روسيا عندنا سالب أربعة تكون سالب أربعة وبكذا انتهينا من هذا الاختبار أتمنى أنشر هذا الفيديو لطلاب الصف الخامس لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو وشكرا لكم